اهلا وسهلا فيكم جديد وتحية صباحية جديدة من وجهلكم إياها دنيا يا دنيا مكمل معاكم اليوم ذكرنا صباحا أنه يصادف 29 سبتمبر اليوم العالمي للقلب حبينا اليوم نتحدث عن اليوم العالمي للقلب بشكل عام وأيضا عن برنامج اعتماد المؤسسات الصحية التي تعنى بوضع وتطوير معايير خاصة تعنى بمرضى القلب والأوعية الدموية رح نتحدث عن هذا الموضوع مع الدكتور ساعد جابر مستشار جراحة القلب ورئيس جمعية أطباء القلب الأردنية وأيضا مدير مركز الملكة علياء للقلب ولأمراض وجراحة القلب في الخدمات الطبية الملكية أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا صباح الخير أهلا وسهلا أشرفنا بداية نتحدث عن برنامج اعتماد المؤسسات الصحية تعريف سريعا شو هو البرنامج زي ما بتعرفي القطاع الصحي يتم متابعة أو معالجة المرضى من قبل مؤسسات مختلفة مؤسسات خاصة مؤسسات حكومية مؤسسات عسكرية والجامعات الأردنية كل مؤسسة كانت تقوم بعلاج المرضى بأسلوبها الخاص وبشكل عام بشكل محترف وجيد لكن لا توجد أسس وأطر عامة لمعالجة المرضى بأسلوب يضمن عدم حدوث أخطاء طبية وأن يتلقى المريض علاجه بأسلوب آمن وسليم لذلك وجدت مؤسسات اعتماد المؤسسات الصحية ومن أهمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الوردنية لوضع أسس وأطر عامة لجميع المؤسسات بحيث تنظم العمل الطبي بحيث يتلقى المريض أفضل علاج ممكن في بيئة آمنة وأن يكون الموظفين والأطباء وجميع الكادر العامل في المستشفى مؤهل بشكل كامل للتعامل مع المريض ولتقليل حدوث أي أخطاء أو أي مضاعفات تؤثر على المريض كذلك تركز على حقوق المريض بتلقي علاج آمن وسليم في بيئة آمنة وتعريفه بحقوقه بتلقي علاجه من طبيب اللي هو برتقيه فبالتالي وضعت أسس وأطر عامة لجميع المؤسسات التي تعنى بعلاج المريض بشكل عام لتلقي علاج أفضل هذه هي بشكل عام فكرة مؤسسات الاعتماد الموجودة في الأردن حاليا إذا نتحدث أكثر عن الغاية من تطوير هالمعايير الخاصة ببرنامج الرعاية الصحية نقول عن مرضى القلب والأوعية الدموية هل جميع المؤسسات ستعمل على تطوير هذه المعايير الخاصة ببرنامج الرعاية الصحية زي ما ذكرت أم المؤسسات التي ستقوم هل سيكون هناك في تدريب في دورات لحتى تستطيع هذه المؤسسات تحصل على هذه المعايير عادة تقدم مؤسسات الاعتماد برامجها لأي مؤسسة صحية تعتقد أنها مؤهلة للحصول على الاعتماد وقادرة عليها ويدرس هذا المؤسسة الصحية لبرنامج وإذا ظنت أنها تستطيع الحصول على الاعتماد فأنها تتقدم للبرنامج وتقوم في خطوات أساسية هيكلية وتثقيفية للموظفين لكي يستطيعوا الحصول على الاعتماد أما إذا كان سؤالك بالنسبة للقلب نعم فبعد التجربة الجيدة والنتائج الإيجابية التي حصلت عليها المؤسسات من متابعة أو اعتماد البرامج المؤسسات الصحية شفنا نتائج إيجابية للمرضى قلت الأخطاء الطبية المختبرات أفضل العاملين بيعملوا بأسلوب أفضل التوثيق أحسن خطط الكوارث موجودة ومطبقة ويتم التدريب عليها بشكل كامل لما وجدنا بأنه في نتائج إيجابية من اعتماد البرامج السابقة العامة ارتقي أن يتم إطلاق برنامج اعتماد للقلب لأن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بعد سن الخمسة واربعين وعالميا أمراض القلب والأوعية الدموية يعني تشكل ما نسبته 90% من الوفيات في العالم نعم طب شو هي أهم النقاط الدكتوري اللي ركزت عليها معايير برنامج الرعاية الصحية ركزت المعايير الرعاية الصحية للقلب للقلب نعم ركزت على الوقاية ركزت على التعاون بين المؤسسات نعم ركزت على الرعاية السريرية نفسها اللي بتلقاها المريض وركزت على الإدارة الذاتية للمريض لمرضه كيف كان الإدارة الذاتية؟ يعني هلأ بشرح لك الوقاية كانت يعني المؤسسات الصحية في الأردن يعني حديثة جدا ومتقدمة بالنسبة في الشرق الأوسط وتضاهي مثيلاتها في العالم نعم لكن لا يوجد برنامج وقاية كافي منشان هيك التعاون بين المؤسسات للتركيز على الوقاية للتقليل من الأمراض للتقليل لسبة الوفيات وكلفتها العالية أما العناية السريرية فإلها أسس وأطر يجب أن نعملها بحيث يتلقى المريض عناية أفضل نعم أما الإدارة الذاتية للمريض فهي تعني تفقيف المريض تثقيف المريض لرعاية نفسه يعني علاجاته إمتى يأخذها طبيعتها طبيعة مرضه وحدود قدرته الجسدية للقيام بمجهود نعم زيادة الوقاية حتى ما يتطور مرضه فتح مراكز ممكن أنه يتصل فيها أو يتواصل معها بسهولة لكي تساعده في علاجه لأنه علاج مريض القلب معطد نعم إذا نسي مرض الآن في مراكز وأذكر الخدمات الطبية فتحت مركز للأدوية مفتوح 24 ساعة يستطيع أي مريض الاتصال فيه ويسأل عن علاجه إذا نسي جرعة أو زاد جرعة وفي أخصائيين كلينيكال فارماسيست يعني صيادة ليستطيعوا الإجابة 24 ساعة كما افتتحت عيادة مميعات في مرضى قلب كثير يأخذوا مميعات مختلفة إذا زاد التميع أو نسي جرعته بإمكانه الاتصال بسهولة بهاي المراكز والوصول إلها لأنه ليست دائماً يستطيع الحصول على طبيب أو للإجابة فهذه هي نوع من الإدارة الذاتية للمريض أنه يتابع السكر يتابعه الضغط الكوليسترول كيف يعالجه في مراكز صحية مختصة في مراكز صحية مختصة بحيث يصلها بسهولة وبحيث انثقفوا بشكل جيد أخصائيين التغذية الموجودين في المؤسسات كثير ويتابعوا مرضى القلب بحيث يغيروا الحمية ويغيروا نوعية الأكل بحيث يتقلل المخاطر اللي حاصلة يعني علاج القلب هي عملية متكاملة عملية متكاملة ليس فقط من الأبي أيضاً من خلال المددى ونمات الحية هي مجموعة من المؤسسات صحيح طيب في عنا اتصال متوقع في عنا سؤال من منيرا عم تحكي معنا من ماذبة منيرا صباح الخير صباح الخير أهلاً يا منيرا صباحك يا عمري أهلاً وسهلاً تفضلي يريد تحكي مع الدكتور فضلي صباح الخير دكتور صباح الخير ست أعطيك العافية أهلاً ست دكتور أني عندي تسارع من لبضات القلب نعم نعم أراجب المدينة الطبية أخذ انديكاردين عركان أول صباحة 40 ميلي جرام بعدين خففة طولية لـ 20 ميلي جرام نعم تمام أخذ انديكاردين بس يعني حتى لو أخذ انديكاردين بس أعمل أي جهز بسير معي تسارع بسير معه واخذ أسبرين معه تأخذ أسبرين أه بسير وأخذ معه أسبرين ولا هو فيه مادة المميع الانديكاردين عادة التسارع إذا كان يعني عدة أنواع إذا تم السيطرة على التسارع بواسطة الدول الانديكاردين اللي بتسميه اللي هو البروبرانولول تخفض الجرعة بحيث تكون مناسبة إليك حبة الأسبرين ما بتضر ما بتأثر على التسارع وبنفس الوقت ما بتضر إذا كان عمر المريض فوق الأربعين يستطيع أنه يأخذ حبة أسبرين 100 ميلي جرام يومياً بدون أي تأثير يعني سلبي على المريض بشكل عام يا دكتور يا دكتور نعم تفضل يا دكتور بدي من نخدمة أنا يعني بأحجع مركز القلب بمدينة الحسين الطبية فأنا صارت عندي ظروف يعني قطعتهم فترة فهذا لما رجعت بدي أخذ منهم موعد ما رضي يستقبلوني لأنه صار لفترة يعني أنا ما رجعت لظروف خاصة فيه يعني فيارف الساعة نعم يا ستي نعم يا ستي في مركز القلب عيادة التحاويل تستقبل المرضى 24 ساعة وإذا تغلبتي مري على مكتبي وأنا جاهز يلا نتشكر اتصالك ست مونيرا شكرا إليك والف سلام عليك يا رب طيب بما أنه ست مونيرا نتحدث عن الأسبرين أيضا إجانا سؤال آخر دكتور عن موضوع الأسبرين هل بيأثر على المعدة وفي ناس أحيانا بيصير عندهم حرقة من موضوع الأسبرين أو من تناول الأسبرين عادة الأسبرين من أهم الطرق للوقاية من أمراض وجراحة القلب لكن في نسبة معينة ضئيلة من الناس يسبب لهم مشاكل في المعدة لهذول المرضى ننصحهم بعدم أخذ الأسبرين أو لأنه توجد مميعات أخرى حديثة بالرغم أنها غالية يعني إذا كان بده يعمل وقاية ويفضل استشارة طبيب وكل حالة يعني على حدة عدد المرضى اللي بتأثروا من الأسبرين سلبيا قليل ولا يجوز أنه إنسان يأخذ العلاج على راسه يعني يجب استشير طبيب عادة أطباء الباطنية العامة وأطباء القلب متوفرين يعني فمش غلط أنه يستشير واحد ويأخذ العلاج إما للوقاية أو للعلاج حتى إذا واحد يعمل يفحص الكوليسترول يفحص يعني السكري ويسأل طبيبه هل آخذ هل هو مناسب فالطبيب رح يعني يعطيه الدوز والجرعة المناسبة إله يعني والعلاج المناسب عامة نعم طيب نرجع خلينا نتحدث للحديث اللي كنا نحكي فيه بالبداية عن المعايير الخاصة ببرنامج رعي الصحية لمرضى القلب الأوعية الدموية من هي المؤسسسات الصحية اللي بتستطيع أن تطبقها المعايير أن يعرف أنه هاي المؤسسة تتمتع بهاي المعايير أي جهة صحية أي مؤسسة صحية يعني مستشفى نعم إن كان خاص أو حكومي في الجيش أو الجامعات معتمدة من إحدى المؤسسات الخاصة بالاعتماد في الأردن تستطيع التقدم للحصول على شهادة الاعتماد في علاج أمراض وجراحة القلب هذا لا يعني أنه الثانين اللي ما حصلوا لا يستطيعوا تقديم الخدمة لكن هذا يعني بأنه هاي المؤسس سوف تطبق أسس ومعايير تضمن أكثر سلامة للمريض وأمان للمريض بأسس واضحة علمية ويستطيع المريض أنه يعرف أنه أي مؤسسة هي معتمدة نعم بالاتصال بالمؤسسة أو بعادة المؤسسات تفتخر بشهادات الاعتماد التي تحصل عليها بتتعلقها على المدخل المستشفى عادة أو الاتصال بمؤسسات الاعتماد ويسأل أي مؤسسة معتمة بعرفش تمسكني هيك إشي بمسك صدري بس ما تجيني دقاك القلب يعني محتمل ترجع أو خلص هذه هي عادة بعد كي العصب الإضافي الموجود داخل القلب نسبة الشفاء بتزيد عن التسعين في المية إذا أخذنا تخطيط بعد أسبوعين ثلاثة وكان التخطيط طبيعي يعتبر الشفاء كامل أحيانا بتكون سترس أو إشي بزيد النبضات لكن إذا بشكل عامل بتحسي بشكل جيد وما في نبضات أو تسارع نبضات زيادة أو تسارع فهذا يعني شفاء وإن شاء الله ما ترجع لك إن شاء الله ماريوام نتشكرك شكرا نتحدث عن مشكلة أمراض القلب ونسب حدوث أمراض القلب الأردن هل تشكل أمراض القلب خطر على المجتمع الأردني نعم حدث تطور أو اختلاف في أمراض القلب في الأردن في الأربعين سنة الماضية قبل أربعين عام كانت أمراض القلب في الأردن مثل أمراض القلب في دول العالم الثالث معظمها روماتيزم وصمامات بدأ وكانت نسبة أمراض الشرايين أقل بدأت النسبة تختلف نتيجة للتقدم العلمي وتحسين ظروف الحياة بشكل عام في الأردن ولتقديم الرعاية الصحية الأولية قلت نسبة أمراض الروماتيزم والصمامات في القلب وزادت نسبة أمراض الشرايين والجلطات بشكل عام بحيث بدأت وتوازل الآن تلك النسب الموجودة في العالم الغربي وهي تشكل خطر كبير في المجتمع الأردني لقلة الوقاية مقارنة بتلك الموجودة في العالم الغربي نعم فبالرغم من أنه النسبة عالية في المجتمعات الغربية إلا أنه فيه توجد طرق وقاية أفضل مثل وجود أماكن للمشي والتركيز عليها محاربة التدخين بشكل عام حيث أصبح التدخين ممنوع في كل مكان حتى المناطق المفتوحة بينما في الأردن نسبة التدخين تزيد والأراجيل يعني وسعر الدخان عم تنخفض وبتنخفض يعني زيادة الوزن أصبحت ظاهرة في الأردن بدأت تزيد وتوازي مثيلاتها في الولايات المتحدة فهذه الأمور يعني قلة الوقاية مع ارتفاع النسبة المرض موازية تلك التي في الغرب مشكل خطر على المجتمع الأردني طبعا نعم آخر اتصال رح ناخده معنا بها الفقرة نقول هلوم أهلا وصباح كيف؟ ميز أهلا وصهلا أمر عد الله يسعدك يا رب وصباح الخير للدكتور سعد صباح النور يا ستة الله يسعدك والله يداما فعلا نقدلكوا على فعل الخير هذا فعلا يعني فعل الخير أنا من وجهة الضضر فعلا خير هذا إنك تشفي مريض وبفعلا بتخفض عن مريض زودي يعني بالفترة الأخيرة هاي من فترة شهر يعني وتقريبا بلاحظ إنه بيسيبه تعرق شديد آآ وجهه بيقلب عن لون الأصفر إعياء شديد عنده آآ بلاحظ إنه عنده إرهاق وتعب شديد طبعا هو ركب سبكات آآ هل هي إنه هاي إنه مع الحبوب بعدين نظره يا دكتور يعني لما يقعد عندي التلفزيون بقول باقدرش أشوف بحس إنه كأنه غباس على عيوني نعم فما بعرف يا دكتور هل هي إنه منع الأدوية فهناس بيحكوين إنه والله أدوية هذه أدوية القلب فإنها يعني بتسبب ضعف في البصر شديد في البصر نعم وفإحنا متخوفين والله منها يا دكتور ما بعرف إنه هل هي المقولة صح وإنه جوزي كمان براجة في المدينة الطبية إلو تركيب جهاز سعق القلب بيوم الأربعة إن شاء الله آآ اثنين عشرة آآ نعم يا ست شكرا لك دكتور شكرا لك شكرا لقناة رؤية فعلا على إتضافة هيك ناس وفعلا قناة رؤية دام إن شاء الله يتكون في المقدم إن شاء الله شكرا لك أمرا عبنا يا كي تسمعينه من التلفزيون لحتى الدكتور يرد عليك شكرا لك شكرا لك سلامته طبعا يبدو أنه المريض تلقى عناية متقدمة أي إنسان بتلقى ثلاث شبكات يعني هذا جهد ومال كثير دفع فبالتالي تلقى علاج كويس وبيأخذ أدوية لكن يبدو أنه طبيعة مرضه صعبة يبدو أنه عنده سكري متقدم بدون ما تحكي ويبدو أنه بحاجة إلى تركيب جهاز ساعق جهاز الساعق مكلف جدا ويركب للمرضى اللي وصلت درجة قلة تروية بعض الأماكن في القلب بحيث أنها بتسبب ارتعاش بطيني ممكن تؤدي للوفاة فتركيب هذا جهاز يستشعر يستشعر هذا الخطر وبيعطي سعقة للمريض مباشرة نعم وهاي من الأشياء اللي يعني تقدمها المؤسسات الصحية في الأردن وهو علاج متطور متقدم جدا لكنه مكلف مكلف لكنه من قدمه للناس طبعا يعني كانت تكلفنا حوالي في بدايتها قبل 5-6 سنوات بحدود 20 ألف دينار للمريض الواحد ثمن الجهاز 15 ألف دينار فتخيل أنه نحن منقدمها للمرضى يعني يفضل زوج أمراد يرجع أنه يراجع لكن أدوية القلب لا تسبب ضعف نظر ما بسبب ضعف ولا بسبب إعياء ممكن الإعياء إذا هبط ضغطه أنه ما يشوف كويس لكن بحاجة إلى تنظيم علاجه أفضل لكن أدوية القلب بشكل عام لا تسبب ضعف أنا بالنهاية دي أتشكرك شكرا إليك كثير دكتور على هذه النصائح اللي قدمت لنا إياها وزي ما حكينا جميع برامج الرعاية الصحية اللي عم بتم وضحها بموضوع مرض القلب والأوعية الدموية هي مهمة جدا لكن زي ما ذكرنا بالبداية الوقاية هي خير من العلاج دائما منقول فلازم يكون في توعية دائما بموضوع القلب بما أنه النسبة عم ترتفع للأسف بالأردن أتشكرك الدكتور ساعد جابر مستشار جراحة قلب رئيس جرمعية أطباء القلب الأردنية ومدير مركز الملكة علياء للقلب لأمراض وجراحة القلب وفي الخدمات الطبية الملكية شكرا إليك كياتك العافية على الصفل النسبة réuss اشتركوا في القناة